الطريقة التيجانية في حداد لم يستفق أتباعها بعض من هول الصدمة صدمة فراق الشيخ والأب الروحي عبد العزيز الأمين كان رجلاً موحداً سعى لتوحيد الأمة الإسلامية وعمل من أجل السلام ومن أجل الاستقرار في العالم بأسره لقد فقدنا رجلاً كبيراً رجلاً متعدد الأبعاد رجلاً حكيماً ورجل حقيقة وخاصةً رجلاً كريماً إلى تعداد مناقب فقيد السينيغال الكبير يسارع كل من عاشوا بقربها بل حتى من عرفوه عن بعد بادروا إلى استعراض صفاته الإنسانية رأيته مرة واحدة حين جاء إلى طوبة عندما يتوفى أحد أو خلال الأعياد الدينية كان يأتي عندنا كإنسان كرجل دين كخليفة للطريقة زارنا مرات عديدة آخرها كان لتقديم التعازي في وفاة أحد أقربائنا وقد أثر فينا ذلك كثيراً سبعة شهر مضت على تولي الشيخ عبدالعزيز سي أمين مهام الخلافة العامة للطريقة التيجانية على مقرها توافدت جموع المعزين من داخل البلاد وخارجها حيث تضم هذه الطريقة الصوفية أكثر من 300 مليون من الأتباع عبر العالم ترجمة نانسي قنقر